من جهته أكد زعيم تيار الصدرية سيد مقتدى الصدر أن من يقر ويتماشى مع فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء والأنبار أو النقبة أو غيرها فأنه يؤيد تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الارهابي وأشار السيد الصدر في تدوينة له إلى أن صدور هذه الفكرة بالشرق الأوسط يعني توسعة الحرب وتدويلها مبينا أن أمريكا والكيان الصهيوني ليس أوصياء على سيناء أو الأنبار أو النقبة وأضح أن أهالي غزة لن يستسلموا ولن يمهدوا للطريقة أو الطريقة للإرهاب الدولي لقمع الفصائل أو فصائل المقاومة كما يشتهي ويروم البعض ممن باعوا ضمائرهم من أجل ما يسمونه السلام مع الإرهاب الصهيوني وتابع أن التطبيع والسلام المزمع مع الصهيينة ما هو إلا عبارة عن توسع وتمدد يهودي يستهدف الإسلام بدل أن يستهدف من أحرق اليهود في ألمانيا